مباراة مسيرة وغريبة زنبولي بلغة وكرة رايحة جاية رؤيتك الفنية المجملة المبارئة طبعا الشوط الأولين غير الشوط التاني خالص يعني الشوط التاني الشوط الأولين كان فيه أداء دون المستوى النادي الأهلي فأق بس في آخر عشر ده وقدر يحرز الهدف أنا توقعت الشوط التاني من البداية جندة كان قد سقة أكتر لفريق النادي الأهلي إنما برضو حسنا برضو فيه يعني بطء شوية برضو في التحركات حتى في كور المشتركة كان فيه ضغط جامد من فريق الشرقية اللي بحي طبعا لعبة الشرقية ومدير الفن بتاعهم عملوا ماتش كويس قوي قوي الحقيقة يعني غير متوقع يعني بالنسبة لأنهما جداد في البطولة عندهم حماس كبير وعندهم الرغبة على فكرة في المكسب يتحسب لهم برضو أنهما يدخل فيهم جون بيجيبوا هدف تاني وكانوا قريبين لغاية آخر لحظة إنما طبعا إصرار ند الأهل ولعيبته وعايز أشيل طبعا بسيد غريب والتغيرات اللي عملها في الآخر اللعيبة برضو ما تخضطش من هدف التعادل وكان خلاص فاضل يعني حاجات بسيطة جدا جدا تغيرات اللي عملها سيد غريب لما خرج يوسف شريف لأنه طبعا بزل مجود كبير ونزل محمد حمدي ميسي وضم رأفة كرس حربة تغيرات برضو خروج سمير راس الحربة ولاب عمر عبد الحميد ومحمد وقل ونزل الإسلام عبدالل التغيرات دي بصراحة فرقة حسنا أنه فيه حركة ونشاط فيه التلت الأخير فيه الهجوم أصفر طبعا عن الهدف التاني والهدف طبعا الرائع اللي زي ما أنت بتقول بقى أماركا مسجلة من نسبة للنادي الأهلي مباراة مسيرة جدا جدا يعني اتحولت تماما في آخر نص ساعة وخصوصا طبعا بعد الأحداث اللي حصلت اللي هنتكلم عليها بالهدف اللي جابه النادي الأهلي واتلغى بقول مبروك هيكون معنا طبعا الخبير التحكمي كابت النصر عباس النهاردة عندنا حالات تحكمية بالجملة وبقول دايما احنا بمنتقدش الحكام بالعكس احنا استاد الأشبال علشان نعلم الحكام زي ما بنعلم اللعيبة عايزين برضو نستكشف ونعلم حكام ونقول اللينا واللي علينا حقيقا يعني احنا بنقول لوجهات النظر ولو في حاجة خطأ طبعا بنقولها حتى لو كانت لصالح النادي الأهلي كابتن أسامة انا بشيط طبعا يعني بقيت كلامي مع كلام كابتن حشيش وهو بشد